السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نلحم باقي السيرفيس ماونت كومفيرتر اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. وازاي نخليه بقى توصل في البرد بورد. تلاقيه طبعا ان هنا دلوقتي عندي البينهيدر ازا عادي اوصلها في السوكت والحمى. وبعد كده ممكن اركب البرد بورد. فانا هستخدم البرد بورد على انها بيز للحام بتاعتي لان هي هتخلي البينهيدرز تبقى معمول لها بشكل مزبوط في السوكت. في نفس الوقت لازم اكون حازر وانا بلحم اخلي مكوت اللحام ما تبقى مش موجودة كتير قوي على البينهيدر لان درجة الحرارة العالية بتاعت سنة ماكوة ممكن تسيح البريد بورد كمان. فانا دلوقتي هحاول اخلي لحمات دي تبقى سريعة. واضغط على السوكت بحس ان هو يركب البريد بورد. ودلوقتي بقى هلحم كل بناية الوحدة بمكوت اللحام. الموضوع ده عادي جدا بس انا احبه برضو اقوريكم ازاي طريقة اللحام بالتم. واللحام الصح بيكون عامل ازاي? وكمان ازاي نعمل اه او ازاي نتحقق ان اللحمات بتاعتي مفيش فيها اي مشكلة. وان الاسدير عمل اللحام بدون اي مشاكل. طيب دلوقتي انا عندي الاسدير ده انا جايبه من شركة رام. الاسدير ده يعتبر من من احسن انواع الاسدير اللي انا جربته. حاليا في السوق ما يعتبرش جربت اي انواع تانية كويسة. الاسدير ده اه هو عبارة عن زي سلندر او زي مصورة وجواها فلاكس. فالاسدير ده اصلا بيكون جواها نسبة فلاكس. فممكن نستخدمه في اللحام على طول بدون ما نضيف اه فلاكس دي ده على كلب النافع مش تحتاج اصلا اعمل ده بال اه بالسرنجة تا الفلاكس اللي انا ورتهلكو في الفيديو اللي فاته. طيب دلوقتي هعمل ايه بالزبط? هنضف سينماكوت اللحام في السفنجة الحرية اللي عندي. وهبدأ اوريلكو ازاي اللحام بيتام. هضيف الزير على السينماكوت اللحام. هضيف حبة صغيرين. بعد كده هقوم اقرب سينماكوت الحام من البادة بتاعتي زائد البنهيدر اللي طالعه فوق دي. هعمل الكنتكت بحيث ان الاسدير يوصل حرارة للبادة زائد البنهيدر او الحديدة بتاعتها يعني انا انا عايز الحام. انا لاحز ان الاسدير عامل زي الهرم او عامل زي الشكل المخروطي حوالين البنهيدر بتاعتي. ده كده مفروض اللحام صح. لو الاسدير ناقص الحالة دي ممكن ازود. ده بتاع الاسدير او قصدي اللحام. لاحز ان ما فيش اي مشكلة خالص في اللحام بداخل. مفروض بقى نكرر الكل الكلام ده لكل البنات التانية اللي موجودة عندي في السجد. بس الموضوع سيمبل جدا. مفروض اعمل اي تاني. اواريلكم الموضوع ده من التوب فيو بتاع السوكت. احط حبة قصدير صغيرين على السينما كوت اللحام. بحيث ان هو يعمل سيرمال كونتكت كويس ما بين البادة زائد البنهيدر بتاعتي اللي انا عايز الحام. واللوقتي احط قصدير. fragen الاسدير بيعد في البادة بتاعتي. وعلى فكرة البادة دي هي اسلا موجودة في الطوب لير بتاعتي بتاعتي البورد ده وحتى البوتوم لير. دي بيسموها بليت ترو هول باد. فالاسدير فعلا لما بيسيح بيعدي في البليتد ده سوهول آآ بدل اللي موجودة عندي. نقعد نرحم بالنائية بالنائية وهكزا. نرف البوردل الجنب التاني. طبعا لو ما كنت اللحام بتاعتكو آآ ضعيفة. اتلون اللحام ده بياخد وقت. لو الاسدير آآ جودته مش آآ كويسة. اتلاقوا برضو بتاع الاسدير مش حلو. دي برضو بعض الملاحظات. اللحام بتاعي ياخد سانيتين بكتير. ما ينفعش يزيد عن كده. الموضوع سهل جدا لو انا معيه التولز الصحيحة. بس كده يعتبر انا خلصت اللحام بتاعي. نقص بس ان انا ابضف بيه المايكروفايبر كلوز. دي بتتباع تقريبا في محلات تابيع ادوات سيامة الموبايلات. لاحظ ان هي عاملة زي كتة قماش او حاجة زي كده. هابدأ احط كمية بالدسبنسر اللي معي. وابدأ احرك بيه. بالفرشة على البوردة من فوق. بحيس ان الكتة عند البقماش دي تسحب كل الفلكس الموجه عندي في البوردة. ده كده يعتبر احنا وصلنا النتيجة مش مش وحشة. انا حاليا اعمل للحام بتاعي. انا حاسس هنا بالنظر ان اللحام بتاعي الرجل دي فيه مشكلة. اش هولكو عليها. ممكن نزود شوية قسدير. الرجل دي ما فيهش مشكلة والرجل دي ما فيهش مشكلة. الرجل دي الحامة ممتاز ودي ودي ودي. ممكن نزود ازدير برضو على الرجل دي مش هيدور برضو. والرجل دي. بالوقت نزبط الفوكس على البده. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. نفك السوكت الكونفيرتر السوكت بتاعنا واحزين البينهيدرز فرتكال على البورد ده تسعين درجة بدون اي مشكلة وده عشان احنا لحمناها وهي على البريد بورد فطبعا البينهات بتاعتي معمول لها سنترينج بالضبط دي نتيجة النهائية بتاعت السوكت بتاعي هوريلكو برضو حاجة دلوقتي انا دلوقتي ممفروض هعمل تست ديه البورد ده التست بتاعي هعمله من خلال المبرمجة هي مش مبرمجة اكشوالي هي حاجة عن كلمة مبرمجة هي اه ديباجر لل اي في ار والارم من شركة اتمل اسمها اتمل ايس الديباجر دي بصراحة هي غالية وانا جيبها عشان اوريها لكم ان شاء الله فيديو من الفيديوهات الدباجر دي اقدر اعمل بيها ديباجنج للمايكرو كنترولر زي من شركة اتمل او حاليا هي مايكرو تشيب واعمل ديباجنج للسام فامري وكمان اقدر اعمل لها ديباجنج فعلا اه حاليا بس انا هتأكد ان المايكرو كنترولر بتاعي شغال محصلوش اي ضرر او اي مشكلة اه مفروض ده الكابل اللي متوصل عندي في الدباجر والكابل ده في النهاية التانية واصل عن ديبي كونفيرتر سوكت يعني عبارة عن عن بوردة كونفيرتر كده بوصل فيها الكابل بتاع المبرمجة اللي هو الكابل ده وبقوم موصل المايكرو كنترولر بتاعي في السوكت ده مفروض ده عادي ده سوكت دول انلاين باكتج بوينت وان انش بمبيتش مسافة ما بين كل بنية وبنية فالاحز حتى ان السوكت بتاعي او الكونفيرتر اللي انا استخدمته هو كونفتبو العادي خالص مع نفس البن بتاعي فادلوقتي هعمل الانا عندي البنية رقم واحد موجود عند النوتش اللي موجود فوق ده وراها الكوب البوينتر دي هنا ببنية رقم واحد اتحاول اعمل لها مع البنية رقم واحد على السوكت حاجة برضو جميلة هم عاملينها هنا في الدزاين البنية رقم واحد هم بيخلوها سكوير تلاحظوا ان البادة شكلها مربع مش مدور فالبادة المربعة دي هي اصلا البنية رقم واحد بتاعة السوكت نفسه وهنلاحظ ان هي مكتوب جنبها هنا رقم واحد انا معرفش لو هقدر اواريها لكم ولا بس بسبب الرفليكشن ممكن ما تبقى شوى تحاول البنية رقم واحد هي مكتوب جنبها رقم واحد والبنية رقم اتنين برضو مكتوب جنبها اتنين تلاتة اربعة ايه بس مكتوبة باركم سوية رقم واحد الوقتي احط الاي سي بتاعي على الكونفيرتر وهدوس جامد بحيس ان هو هيكف السوكت زي ما احنا كان شايفين وممكن حتى برضو اوصل السوكت ده دا في البردة بتاعتي مسلا لو انا بعمل مشروع ما واقوم لاحم واقوم لاحم البنات دي من الجنب التاني في البردة واقوم استخدمها دايركت يعني حتى الاي سي كده يعتبر كأنه خلاص يعني ممكن يعتبر اتلحم على البردة واستخدمه معيتي جدا في البردة بتاعتي دي شكل اللحمات بتاعتي لما عملت الكونفيرتر بورد الاحظ حتى ان السوكت اللي واصل عندي ده السوكت ده هو ستة بنت اضطررت طبعا ان انا لازم اقطع التراكات ما بين اطراف السوكت انا فاستخدمت المشروع الطبي بما ان هو حامي او اي سكينة دقيقة يدا وحامي اقدر اقطع التراكات النحاس ما بين البلد بحيث انا اقدر عمل راوتنج للبردة باستخدام الجنب البرويرز والكامل فالموضوع هنا بسيط خالص انا دلوقتي ما ارجع السوكت في مكان كده البنية رقم واحد كده خلص كده انا اطراف وصفت السوكت خلص طيب انا دلوقتي هنقل المكان تاني ولا احسن ممكن استعطي السوكت ده بسيخال ديها بشكل رائع احتاج برضو اوصل باور سبلاي للسيركت دي اه دلوقتي خلص انا اعملت السويتش انج للسكريم بتاعتي اه اه ا اه اه اندور على برنامج اي في ار دولز بالنسبة للبروجرامر اختار اتمل ايس لان دي الدباجر اللي انا مفروب بستريمها دلوقتي في وضع الان سيستم بروجرامنج اللي هي الايس بي في الحالة دي انا بس هوريلكو ان ازاي الدباجر هتكتشف في المايكرو كنترولر وانه ما فيش مشكلة فانا اختار اي مايكرو كنترولر عشوائي ولمهاجة هدوس على زرور ديكت هيقول لي ان هو فعليا ده بالنسبة لي عبارة عن اللي هو بيكتشف به نوع الديفايس بيقراه من الشباية يعني والديفايس بتاعي فعلا هو ده اللي موجود وهو ده فعلا اللي موجود عندي على البرد خلاص بقى كده ممكن اقدر اعمله او اقدر اعمله ارازنج او اي حاجة احبه حتى برضه ممكن اتعامل مع السكشن بتاع الفيوزز ممكن اعمل ريد الاقيه ان هو فعلا يعارفي قراء الهاي فيوز واللو فيوز والكستندد فيوز بدون اي مشكلة ممكن ادوس على فيوز سيتنجز هو حاليا ظهر لي الصفحة دي في الشت تانية بس انا برضو ايه اوريها لكم هو لما باجي ادوس على الزرار بتاع ال فيوز سيتنجز بيظهر لي الصفحة وبيعمل باثنج للبرامترز دي في اللينك بتاعي فالموقع فعليا بيعرف الفيوزز بتاعتي وبيبدأ يعرف لي كل حاجة في الفيوزز عبارة عن ايه بالزبط فدلوقتي مثلا ممكن ناخد نبزة سريعة عنهم بالنسبة مثلا للأوسيليتور بتاعة المايكرو كونترولر فهو مستخدم هنا الانترنال رسي أوسيليتور مستخدم التمانية ميجا هيرتز وهنا دي المواصفات بتاعة دائرة ان هو تقريبا بيدي لها زي ما يكون مسلا وقت معين بحيث ان هي يحصل لها بيبدأ المايكرو يشتغل مسلا انا لسه مش مراجع بعد مسلا اربعتاشر او حاجة زي كده مش فاكر تحديدا ايه التفاصيل بتاعتها وتقيبا بيدي لها دي ليه في الاول لحد ما تستقر يعني ما ناصف بس ممكن اطلع الكلوك اوبوت مسلا على بورت بي فور دي فايدتها لو انا مسلا عايز عامل عايز عامل قصدي ما بين اكتر من دي بايز اشغلهم بنفس الكلوك ده مثال ممكن اقسم الكلوك بتاعتي على تمانية بيقى في عندي في دايرة اسمها براون او ببعنة اصح لو انا مسلا الجهد بتاعي اللي في سي سي بتاعي قل عن حد معين ساعتها المايكرو كونترولر هيحصل له ريسيتنج بشكل اوتوماتيك فالفونكشن دي مهمة لو انا مسلا بشتغل على ابليكيشن احتمال الجهد اللي بيشتغل من عليه المايكرو كونترولر بيقل فجأة او 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 مثلا بيحصل في بعض المشاكل فلازم الابشن ده اكون مفاعله عشان المايكرو كونترولر ما يتصرفش بشكل غلط في بعض الاحيان او او ده مثلا او الفيوز ده لما باجي اعمله انيبل لو انا مثلا بعمل او فلاشنج للمايكرو كونترولر باستخدام البروجرامر بتاعتي كل ما يجي اعمل فلاشنج ساعتها الابروم بتاعتي بيحصل لها ايريسنج دايما فلو انا عملت او بروجرامنج للفيوز ده او عملت شيكينج عليه بيسموه بروجرامد معنى صح يعني ده الاسلوب اللي هم بيقولوا عليه هنا في الفيوزات او او لو انا عملت شيكينج على اوبشن ده ففي الحالة دي انا هخلي الابروم تحتفظ بكل محتوياتها وما اضطرش عامل ايريسنج سايكلز لكل مرة عامل فيها فلاشنج للمايكرو كونترولر ده طبعا بيحفظها يعني لو انا عايز اعمل انابل للووتش دوك تايمر ممكن اعمل له انابل ممكن اعمل انابل مسلا للاس بي اي ممنوع حد يقرب الابشن ده نهائي لو انت عملت له ديزيبل بساعتها انت مش تعرف تبرمج المايكرو كونترولرة تانية خالص الا لو انت استخدمت بحيس ان هي بتستخدم هاي فولتج مع المايكرو كونترولر وبتبدأ ترجع كامل فيوزات دي باسلوب داني بس مفيش حد يلعب في الفيوزات الا لما يكون عارف هو بيعمل ايه كمسال يعني الديباج واير انابل ده لو انا عايز اعمل ديباجنج للمايكرو كونترولر اقدر اعمل انابل الابشن ده واقدر فعليا استخدم بروتوكول اسمه ديباج واير وادباج بيه فعلا المايكرو كونترولر ده انا ان شاء الله هوريهولكو في فيديو جاي ان شاء الله ازاي استخدم الاتمل ايس في الافي ار دباجنج ممكن اعمل ديزيبل مثلا لبنات الريسيت بتاعت المايكرو كونترولر واستخدمها كجي بي اي او كبنات عادية خالص لو انا مثلا محتاج استفيد بكل البنات بتاعتي السيلف بروجرامنج في الحالة دي لو انا مثلا عايز استخدم الفانكشن بتاعت مثلا اعمل بوتلودر والبوتلودر ده ياخد مثلا الفيرموير بتاعي مثلا اوفر يو اارت اي تو سي او اي بروتوكول ويبدأ البوتلودر بتاعي يكتب الفيرموير بتاعي ده على الفلاشمور فدي هي فانكشن السيلف بروجرامنج بس لو انا غيرت في اي option من دول هنا بقى بيعرضهم لي individual bits لان انا في الاخر بكتب الكلام ده على two bytes متهيقلي low fuse low byte fuse low byte fuse high byte fuse انا اسم بس هو هنا بيعرضهم لي individual bits لكل byte عندي وبعد ما اعمل كلمة apply للsettings دي ساعتها هيظهر لي القيم اللي انا مفروض اكتبها على بس خلاص كده ممكن اخد القيم دي بقى ودخلها في برنامج avr.zina ولازم اتأكد ان انا حاطط low fuse في مكانه الصح والhigh fuse في مكانه الصح والextended fuse احطه في مكانه مظبوط معكسة حاجة مكان حاجة لانت ممكن يعمل كوارس اه لازم نتأكد من الفيوزات قبل ما نعمل write ولازم نفتكر القيم اللي احنا كتبناها لان ساعات حد بيكتب مثلا قيمة fuse غلط وينسى هو عملي الحل الوحيد عشان تقدر تفتكر او او ترجع المايكرو كونترول لحالته اللي افترضية لازم تفتكر انت عملت ايه جاي از مسلا اه تصلح لمشكلة دي بطريقة ما يعني بس لازم تفتكر انت عملت ايه اصل بس اه ده كده يعتبر نهاية الفيديو ان شاء الله اه وان شاء الله اقابلكم اه فيديو جاي انا اسف لان اطولت عليكم اه لو عندكم ايه اسئلة ممكن تسألوني على اه فيسبوك او يوتيوب او حتى لينك الاند اه متشكل ليكويتو شكرا شكرا شكرا